النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الصحيح لرواه البخاري ومسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة مرة ثانية على المرء المسلم السمع والطاعة لا حد قدم السمع ليش؟ على الطاعة أول شيء أسمع إيش هتسوي لنا؟ إيش قاعد تعمل لنا يا رئيس؟ يا أمير؟ يا ملك؟ يا أمير المؤمنين؟ أي اسمك الحاكم أول شيء أسمع برنامجك ومشروعاتك وسأفعل وسأصنع بعدين نطيعك السمع والطاعة فيما أحب وكره والله حبيت أسلوب الحاكم طريقة ومشروعات وآلية تنفيذه للأمور حبيت كرهت هذه مسألة إيش؟ قلبية ما تعنينا لازم تسمع وطيع طيب إلا أن يؤمر بمعصية ما لا علاقة بالإيش؟ بالحب والكره المعصية هذه قضية عقدية قضية دينية إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طع لا أسمع لك فضلا عني إيش؟ فضلا عني أطيعك في الرواية الأخرى في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة مفلفل وأسود وكذا ما يهمكم الشكل ما يهمكم والله لونه وجنسية واختيار من أنتوا اللي اخترتوه؟ هذا برضاكم أنت اخترتوه هذا الحاكم فتسمعوا له وتطيعوا وإن كان عبد وإن كان إيش؟ عبد هذه مسألة طبعا فقهية علمية هل ممكن يكون العبد رئيس؟ هو مولى مش حر ممكن يكون رئيس الدولة ممكن يكون أمير لهذه الدولة في عهد الأمير مولين عمر الخطاب استخدم بعض من كان عبدا مولى وجعله أمير للجيش يمكن أن يستخدم أميرا للجيش لكن تبقى الإمام العظمى والكبرى والخلافة لا بد أن يكون حرا والإمامة من قريش وقدموا قريش ولا تقدموها كما يقول عليه الصلاة والسلام لكن لو نحن اخترنا هذا العبد الأسود المولى اخترناه نحن نسمع له ونطيعه هذا اختيار الشعب ما يقولوا والله نحن رضينا نحن سخطنا طالما هكذا كان اختياره الأغلبية فنسمع له ونطيع يجي النبي صلى الله عليه وسلم في المسند يشرح عليه الصلاة والسلام شرح واضح يقول اسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله وفي الرواية أخرى عندنا الصحيحة اسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله إذا نحن قاعدين نسمع للحاكم ونطيعه سمعنا برنامجه ودوره ومشروعاته واتكلم معنا وسرنا نطيعه ما في مصية وقادنا بكتاب الله يقول هذا كتاب الله وأحكام الله ودين الله فأنا أقودكم به أنا أقودكم أنا تشوفوني أمامكم قاعد إيش أقودكم بهذا الكتاب وفي الرواية الأخرى الصحيحة إيش ما أقام فيكم كتاب الله الدين العدل الشورى الإحسان تبادل الحقوق كل هذا إيش الموجودة في القرآن موجودة بينكم منا سويت لكم هذا الأمر يلا إيش اسمعوا لي وأطيعوني يجي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في صحيح مسلم عن إيش عن الأمراء وعن طاعة الأمراء قال من أعطاه صفقة يده يعني أنا مديت يدي إيش وبايعتك وثمرة إيش صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع إيش المطلوب مني إن أنا بايعتك أنا اللي اخترتك مش مفروض علي أنا جيتك واخترتك فأعطيتك صفقة اليد وعطيتك ثمرة الفؤاد يعني طاعة واقتناع قلبي وبديت أشاور نفسي فييش المطلوب مني فليطعه إن استطاع إذا كل الطاعة كل التعامل بين الحاكم والشعب بالتراضي بالتفاهم بالاختيار بالانسجام فيما بينه أسمع منك وشوف مشروعك تحكم فيها كتاب الله أشوفه معلن أمامي وإنت قاعد تقودني وبعد ذلك أنا أعطيك صفقة اليد وثمرة وثمرة الفؤاد ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم عن الأمراء قال تعرفون وتنكرون في بعض الأمراء سيعينون علينا سيختارون علينا تعرف منه أشياء حلوة وتنكر منه أشياء سيئة فيقول عليه الصلاة والسلام فمن كره فقد بري فمن كره فقد بري ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع إيش يعني الآن هذا الحاكم يستعمل عليكم أمراء يستعملون علينا فتعرفون وتنكرون أشياء حلوة وفي أشياء منكرة اللي قاعد جوا في قلبه والله تصرفاته مجيدة سرقة تعديه كذا فمن كره فقد بري الحمد لله أنت بريت أمام الله لأنك ما رضيتها كره قلبك ومن أنكر بدأ يتكلم ما يسير اللي قاعد تسووه خطأ فيه تعدي على حقوق الناس فقد سلم خلاص نجا يوم القيامة الخطأ على مين الخطأ على من رضي وتابع يا أخي نحن مع الناس إيش نسوي بس هذا منكر هذا خطأ عظيم هذا إجرام كبير ولكن من رضي إيش وتابع هذا هو مكمل الخطأ ما أحد يرضى ولا أحد يتابع العامة من الناس نبغى نمشي نبغى نعيش لا إما أنك تكره الخطأ جواك في قلبك وإما أنك إيش تنكر فمن أنكر فقد سلم ويخبر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة عليكم إيش بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد يعني لما يكون الوحدك وهو مع الاثنين أبعد كل ما تسيروا أكثر فالشيطان إيش يبعد عنكم ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية اللي فارق الجماعة ممكن الحاكم يفارق الجماعة الجماعة الناس الشعب لهم طريقة ولهم أسلوب ولهم اختيار ولهم منطق معين يجي الحاكم اللي يخالف فمن اللي يخالف الجماعة الحاكم الحاكم هو اللي يخالف الجماعة فيكون هو المنكر وحيانا يكونوا في أفراد في الجماعة يخالفون الحاكم فيكون فعلهم هذا هو المنكر فالذي يخالف العقد ويخالف النظام لأن علاقة الحاكم مع المحكوم هي علاقة إيش؟ علاقة عقد واتفاق وذلك كان أحد الصحابة ذهب إلى أمير المؤمنين عمر أمير المؤمنين معامل أبي سوفيان قال أيها الأجير يقولوا أيها الأجير ليه؟ نحن اللي عينناك نحن اللي اخترناك فأنت عليك أن تسمع لنا برنامجنا ومشروعاتنا وطلباتنا وحقوقنا فيناديه أيها الأجير نحن اللي علمناك نحن اللي حطيناك في المنصب فحين الذين يكونوا هذا اختياره فالعلماء متفقون لأن العقد بين الحاكم والمحكوم هو عقد اتفاق إذن يستعمل عليكم أميرا هنا نتعلق بقضية الجماعة عليكم بالجماعة امسكوا فيها الوطن الواحد والمجتمع الواحد والأمة الواحدة يتمسكون فيما بينهم طيب واللي يشذ إما الحاكم يشذ عن الشعب الشعب له حقوق ولو برنامج هو ما يسويها فإذن هو المحاسب هو الذي خرج عن الجماعة هو الذي خرج على الناس وحيانا في مجموعات من الناس تخرج عن دور الحاكم وعن الدولة فيسيئون إليها ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فمن خرج شذ عن الجماعة مات ميتة جاهلية هذا الذي خرج كيف طريقته نشرحه في الحديث الآخر في صحيح مسلم هو الذي يبينه يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أتاكم وأمركم جميع على رجل يعني نحن الشعب عيننا حاكم اخترناه بالطريقة الصحيحة أيها الحاكم أنت الرئيس أنت المسؤول عننا من أتاكم جاء واحد جاءت مجموعة من الناس من أتاكم وأمركم جميع على رجل اخترنا هذا الرجل يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه وفي رواية فاقتلوه كائنا ما كان الآن نحن عندنا دولة وعندنا حكومة وعندنا شعب وعندنا جماعة فتأتي مجموعة من الناس إيش تريد؟ تريد أن تشق العصاء تخرج على الدولة تخرج على الحاكم يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم إيش المطلوم نحن نسوي معه؟ نقتلوه فاقتلوه وفي رواية مسلم كائنا ما كان أيًا كان اسمه طيب كيف نفهم هذا الحديث؟ هذا الحديث حصل أيام أم المؤمنين عائشة ومعاوية نبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان في صحابه اسمه حجر ابن عدي وقيله من كبار التابعين هذا الرجل حجر ابن عدي تألب هو مجموعة من الناس شافوا أنه بعض الصفات اللي عملها خليفة المسلمين معاوية كان والي مصر والحجاز والشام والعراق أوه بردان مختلفة قطاع أشباب الوطن العربي يدير هذه المنطقة كلها حجر ابن عدي فقيه ما رأى الذي يفعله معاوية صحيح فراد أن يخرج عليه خرج عليه بالسلاح جمع مجموعة من الناس وحمل السلاح بس ما قاتل معاوية ما قاتل الخليفة مجرد جمعوا معهم سلاح فلما رأى معاوية نبي سفيان هذا التصرف أخذ حجر ابن عدي واذا فعل فيه قتله يقول لك هذا يقتل وأنه هو الرأس والبقية خلاص يهجده فالدولة تستقر فوصل الأمر إلى أم المؤمنين مين؟ عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي الفقية العارفة العالمة فلما رأت أن معاوية قتل نادت مين؟ نادت معاوية ماذا فعلت؟ فروا لها الحديث من أتاكم وأمركم جميع على رجل هو أنا معاوية كلكم التفقين علي الحجاز والشام سيبكم من بعض الفراد ما في واحد كامل مئة في المئة الناس تطيعه يعني أطاعة نسبية من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم أخذ السلاح والسيف وبدأ يخرج بس ما قاتل لسا فإيش المطلوب؟ النبي قال فاقتلوه فأنا قتلته فقالت لا يا معاوية مش هذا هو معاني الحديث هذا لو أخذ سلاحه فقاتلك لما يبغي يقاتل ويخرج على الدولة بالسلاح ينذي يشقتلوه مو أي واحد يقتل مش أي واحد يخرج وحيانا يكون الحاكم هو اللي خرج على الدولة بالسلاح على الشعب شعب مسالم ومسكين فهو رفع عليه سلاحه لذلك أفهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إيش؟ هذا الصحابي الجليل هو معاني نبي سوفيان أخطأت في تفسير الحديث تقتل أي واحد؟ من أجل تقول الله خرج علي طيب خرج عليك زعلان خرج عليك غضبان خرج عليك مش عاجب التصرف ما يجوز تقتلوه ممكن تحبسه ممكن تتصرف مع تصرفات أخرى كأننا نقول دين الإسلام هو مش دين عنجهية مش دين تجبر لأنه العلاقة بين الحاكم و الحكوم علاقة إيش؟ علاقة طاعة وأسمع لك وأطيع وفيما أحبه وفيما كره وممكن يعجبني وممكن ما يعجبني وممكن أتفهم معاك وممكن ما أتفهم معاك لكن ما تكون اللغة لغة إيش؟ الدم ما بين وبينكم إلا الدم هذه لغة مرفوضة في الإسلام لا يمكن نقنع الغرب اللغة الدموقراطي الغرب والله المتفاهم المتجارس تقول والله نحنا ديننا كده يعلمنا تسمع أهلا وسهلا ما تسمع ما بين وبينك إلا السيف تقول أنك قاعدين تفهم الحديث خطأ أنت الآن أنا الذي اخترتك أنا الذي جعلتك حاكم ترفع علي سلاح أو تريد أن تقاتل أو تريد أن تظلمني لا يجوز هذا في دين الإسلام يأتي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو فيه صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم أنتم تحبوهم يا شعب وأيضا الحاكم يحبك ويصلون عليكم وتصلون عليهم الصلاة هنا بمعنى الدعاء الله يوفق هذا الحاكم ما شاء الله عليه أنت تدعيله هو يدعي لك وأنت تحبوهم يحبكم وشرار وأئمتكم يعني حكامكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم العلاقة بينه عبارة عن إيش أنت تلعنه هو يلعنك وأنت تبغضه هو يبغضك ومين الحاكم الصح إلا أنت تحبه هو يحبك بالله واحد يحب أحد إلا تكون في لغة الرحمة إعطاء الحقوق تبادل ألف بين الناس وإش كمان أنت تدعوله وهو يدعولك اللهم أحفظ شعبي اللهم وفقك وتقول يا رب أحفظ هذا الحاكم يا رب سدده يا رب وفقه عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ميزان ونقول للغرب نحن ترى لما نطيع الحاكم ونؤجر على طاعتنا وعلى صبرنا معاه فحين إذن الصبر والتؤدى والتحمل ما أقاموا فينا كتاب الله طب إذا ما أقاموا كتاب الله ودين الله لا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون إذا بدأ يسرف ويفسد في الأرض أصلاً ما له طاعة على الناس وشين نتليق طريق والناس لهم أيش طريق وأصبحنا دموقراطيين نختار الحاكم ونعينه ونحبه وندعوله ويتعامل معنا بالدين ويحكم فينا ويقودنا وإذا تصرف غير ذلك نقول ليس هذا رأينا وليس هذا خياننا وحتى في عصر أول خليفة وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هناك صحابة سعد بن معاد سعد بن عبادة أكثر من صحابي لم يختاروا مين لم يختاروا أبو بكر الصديق رضي الله وما سار فيه عنقهم بيع له ومع ذلك ما قلنانا الله أنتم إيش من شذ في النار وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا هو اختيار شخصي لم يروا فيه الصفات المؤهلة فما اختاروه بالله أليست هذه الدموقراطية غرب نحن اللي نختار ونحن ندعو لهم ونحن نتمنى لهم الخير ونصبر ولكن الصبر في إيش في الطاعة الصبر في قراراته فيما أحبه وكره لكن ما نصبر في المعاصي لأنه قال فيما أحبه وكره هذه قضية قلبيه فإن أمر بمعصية فلا سماع ولا طاعة عشان ننشأ دولة عادلة دولة الرحمة ودولة العدل ودولة الصدق ودولة الإصلاح ودولة الإحسان اللي اتكلمنا عنها في مآوية الأخلاق هذا اللي نتمنى في الدين وهذا اللي نتمنى في الشعب نبغى رحمة ونبغى الصدق ونبغى إصلاح ونبغى تعاون فيما بيننا فإذا خرج هذا الإطار نقول للغارب ونقول للمسلمين والعرب ترى ليس هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم هذه تمثيلية ومسرحية موجودة اشتركوا في القناة